مشاهدينا أهلا بكم مرة تانية في برنامج أطياف وبيساعدنا يكون معنا النهاردة الدكتور حسين حمودة أستاذ النقد الأدبي بجامعة القاهرة الدكتور حسين أهلا بك معنا في برنامج أطياف أهلا وسهلا أستاذ الصفاء دكتور الحكاية والحكايات وعالم الرواية وعالم ألف ليلا وليلا وقبل منه عالم القصة القصيرة اللي كان عالم القاص الكبير يحيى الطاهرة عبد الله موضوع رسالة الماجستير بتاع حضرتك اللافت للانتباهنا حضرتك أصدرت هذه الرسالة في كتاب عنوانه مميز جدا وهو شجو الطير شدو السرب ما بين الشجو والشدو فيه تناقض يعني ممكن نفسر العنوان ده وإيه دللاته مع عالم يحيى الطاهرة عبد الله يعني هو فيه تناقض وفيه يعني حاجات تانية هو العنوان شجو الطائر يعني الشجو اللي هو مرتبط بالغناء الحزين يعني والطائر الفرد وشدو السرب الجماعة غناء الجماعة وتجربة يحيى الطاهرة عبد الله زي تجارب كتاب تانيين يعني ممكن نتكلم عنهم بالتفصيل في جوهرها قامت على المزوجة بين صوتين بين صوت فردي بيفيد يعني من التقنيات والجماليات الخاصة بالقصة القصيرة الحديثة والرواية الحديثة من ناحية وبين استلهام الجماليات الجماعية المغروسة من الحكايات الشعبية بشكل عام وألف ليلة وليلة بشكل خاص يعني يحيى الطاهرة عبد الله استلهم أجواء ألف ليلة وليلة أو أساليب يعني المضمون أم الأسلوب الاتنين وحاجات تانية يعني هو شيد مجموعة كاملة من مجموعاته اسمها حكايات للأمير بالكامل على ألف ليلة وليلة على التيمات الأساسية وطرق الحكي الأساسية والقص اللي بيتوالد من القص يعني الحكاية الإطار أو الحكاية الأم اللي بيقولوا عليها اللي بتتفرع منها حكايات فرعية وهكذا والصلة بين حد بيحكي لأمير يعني هي عنوانها كده يعني حكايات للأمير حتى ينام حتى ينام وكأنها للتسلية بالضبط بالإضافة لي عملين تانيين في الحقائق القديمة صالحة لإصارة الدهشة وإلى حد ما تصوير من الماء والتراب والشمس يعني دول نصين مراوغين في التصنيف يعني لكن الحقائق القديمة مثلا قامت على شخصية يعني فيها تداخل بين صوت حديث وشخصية حديثة جدا وبين معروف الإسكافي في ألف ليلة وليلة فهو في الحقيقة يعني من الكتاب اللي أفادوا إفادات جمع ويتحوروا حوار عميق جدا جدا مع ألف ليلة وليلة على ذكر هذه المحاورات بيبقى هناك تساؤل هي ألف ليلة وليلة رواية أم مجموعة متولية من القصص القصيرة؟ لو حضرتك أستاذ الصفاء سمحتي لأن أنا أستخدم تعبير دي ألف ليلة وليلة منجم جماليات أبدي تقريبا منجم جماليات سردية أبدي تقريبا خارج التصنيفات لكنه اتفرعت منها ما يمكن أن نسميه يعني خطوط إنتاج خطوط إنتاج يعني الطريقة اللي بتتبني بيها ألف ليلة وليلة والحكايات ودور الحكايات والشخصيات اللي بتطلع كل شخصية بصوتها وهكذا ده فيها تعدد أصوات والتوالد القصة من قصة إلى قصة أيوة وفيها حاجات يعني أبعد تانية الصوت السردي المتدفق الحكائي المتدفق ده وهكذا فهي أيما على إطار تجميعي لحكايات يعني محصورة بالرقم ده ألف ليلة وليلة لكنها قابلة للتناسل وهي فعلا يعني تناسلت ألف ليلة تناسلت عن أكبر الكتاب في كل الأداب الإنسانية تقريبا بدون أي مبالغة وممكن نقف عند ده بالتفصيل نعم شكرا للمشاهدة